في العراق 36 مليارديراً وأكثر من 16 ألف مليونير تفاوت طبقي أطاح بالعدالة الاجتماعية في عراق ما بعد عام 2003 الذي أسسته أمريكا عقب غزوها له حيث وفرت بيئة لتشكيل أقلية برجوازية وفقاً لتقرير أصدره المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق أشار فيه إلى أن كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والميليشيات فضلاً عن النواب والوزراء الحاليين أو المتقاعدين وعائلاتهم أصبحوا على هيئة مجموعات مرتبطة بأجندات إقليمية تتحكم بالقرار وتصادر حقوق الطبقة الدنيا حيث الأغلبية التي تناظل بشدة من أجل البقاء بعد أن اختفت ببساطة الطبقة المتوسطة التي كانت سائدة المركز الفرنسي أوضح أنه في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من شعور عميق بالإحباط والفقر المتقع والإقصاء المنهجي فإن الطبقة الثرية تعيش في قرى جديدة مبنية وفقاً للنموذج الغربي من حمامات سباحة وملاعب وحدائق ومناطق ترفيهية ومسارح ودور سينما كما يلتحق أطفالهم بمدارس خاصة ذات أجور باهظة الثمن عدالة ضائعة ولدت أكبر نسبة بطالة توصف بأنها مثيرة للجدل في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم بحسب صندوق النقد الدولي حيث جاء العراق ضمن ثاني أدنى معدل بطالة بعد اليمن الغارق في أتون حرب منذ سنوات أما من حيث الفقر فإن حصة نينوى المحافظة المستعادة عسكرياً كانت الأكبر تليها محافظات ذيقار وميسان والقادسية والمثنى وهي محافظات لطالما تشدق السياسيون بأنها حاضناتهم الشعبية خلال المواسم الانتخابية المركز الفرنسي للأبحاث حمل حكومة السوداني مسؤولية الوضع المأساوي في العراق باعتباره إرث من يمسكون بزمام السلطة اليوم ضمن الإطار التنسيقي الذي أثري زعمائه وباتوا يشكلون إمبراطوريات مالية ضخمة مقابل ثلث شعب يقترض المال لأجل أن يأكل وفقاً للأمم المتحدة موسيقى موسيقى